مبدئيا كده كل سنة وحضراتكم طيبين وحشتوني جدا جدا يا ربي جميعا تكونوا بخير راجع لكم بقى وبصفة من الاخر في دقائق بالزبط ويكون محضرينها ويه موفرة جدا جدا ومغزية للاطفال والكبار يعني في اي وقت ممكن تعمليها مو باخدش معاك ولا وقت ولا مجهود هنعمل مع بعض البطاطة هنعملها بطريقة مختلفة جدا جدا هندحك على اطفالنا بقى في الفيديو دوت ونحط لهم حاجة مغزية بس على شكل حاجة هم يكونوا حبينها هنعملها مع بعض بطريقة الكريم كراميل وهنعملها كمان في الفرن اللي اتنين طعمه مختلف واللي اتنين من احلى بجد الاطعامة اللي انت هتحبوها جدا جدا وكل وصفة منهم طعم مختلف هنعملها مع بعض في الفرن طعمها في منتهى الجمال مش قادر اقول لكم قد ايه بقى طبقات الكريمة وكمان طبقات البطاطا تعملها حلو جدا جدا انا متأكدة ان شاء الله فيديو النهاردة هيعجبكم اتمنى تعملوا لايك وشير عشان عاوزين نوصلوا اكبر عدد يمكن عشان طبعا البنات حبيبنا اللي اول مرة بيخشوا المطبخ يستفادوا وياريت تعملوا لايك للفيديو يلا بينا نسمى الله ونصلى على الرسول ونشوف هنجهزها ازاي اول حاجة عندي هنا كيلو من البطاطا قشرتها وغسلتها وقطعتها حلقات زي ما انتم شايفين بعد كده هجيب 3 ارباع مية ويحطها على النار مع معلقتين من السكر اول ما تبتدي تستوي معايا باستبه لحد ما تهدى ويجيب دورق الخلاط ويحطها ويضيف عليها 3 اكواب من الحليب ويضيف باكو من الكريم كراميل في المرحلة دي انا مستخدمها نصف كمية البطاطا ويستخدم النصف الثاني عامله اوالب بجيب هنا حلة وبنزل بالخليط شايفين ويكون موطية النار اول ما يبتدي يتقل معايا كده زي المهلبية بابتدي قطف النار ويجي هنا بقى يكون مجهزة معايا القالب بتاع الكريم كراميل او القالب بتاع الانجليش كيك المستطيل يعني المتوفر عندك ولو مش متوفر الاثنين ممكن في اي صناية حطيت اول حاجة كراميل وبعد كده حطيت الخليط الكريم كراميل وهسيبه يتماسك في الفليزر لحد ما اعمل الاوالب حرست كده كمية البطاطا التانية بعد كده هاجي بقى نجهز الكريمة مع بعض عندي هنا تلك اكواب من الحليب دفت عليهم معلقتين كبار من السكر معلقتين من النشا وباكو فانيليا طبعا الفانيليا بتدي تعمي حلوة قوي وحطيت كمان معلقة من الكريم شنطي ومعلقة من الاشطا المعلبة وده اختيارية وبردو كريم شنطي اختيار بس انا عاوز اخلي الطعم غني جدا جدا ومغزبي اخر حاجة حطيت نصف او معلقة من الزبتة وست الخليط يتقل معايا كده زي خليط البشاميل وحطيت فتحت عليه الشواية لحد ما ياخد لون كون احنا قلبنا بقى ايه الكريم كراميل مع بعض شايفين ما شاء الله اللهم بارك بصوا مفيش احلى ولا اجمل من كده مغزية جدا جدا وفي نفس الوقت موفرة وحلوة جدا للاطفال شايفين خبينا البطاطا بحاجة هم بيحبوها حاجة حلوة وسريعة وبتاخدش معانا دقيق وطبعا بالنسبة ان البطاطا هي ارخص حاجة في السوق فيعني يريد تجربوا الوصفة دي وقولولي ايه رأيكم طلعت كمان اوالب البطاطا شايفين ماشاء الله شايفين القوام قد ايه متماسك طبقة كده من الكريمة وطبقة من البطاطا رشوا بقى زي ما انت عاوزين من كسطرات زي ما انتو تحبوا اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم اتمنى انتو تجربوا وصفة النهاردة وقولولي ايه رأيكم في التعليقات مستنية طبعا رأيكم عشان يهمني واتمنى ان انتو تعملوا لايك وشير عشان كله يستفاد ولو لسه مشتركتوش في قناتي ياريت تشتركوا في قناتي ويقولولي ايه رأيكم ونعمل ايه الوصفة الجاية ايه اللي ممكن نحضره مع بعض يارب وصفة النهاردة تنور رضاكم واعجابكم اصابكم في رعاية الله واستنوني في وصفة جديدة السلام عليكم ورحمة الله